التحدي الأخلاق اليوم فعلا تحدي كبير أمام الكنيسة الكنيسة محتاجة تتقدس دائما نتكلم ليش الكنيسة في تراجع طبعا في دول كتير عم تتقدم وعم نشوف آلاف الناس اللي بترجع للمسيح أنا بشكر رب وعم نشوف فعلا من كل الخلفيات في الصين أكبر كنيسة في العالم في كوريا في أفريقيا في أندونيسيا في ماليجيا اليوم في العالم العربي مئات الألاف من المسلمين بيجوا للمسيح إيران في الملايين نعم كنيسة الرب عم بتنمو لكن من ناحية تانية عم نشوف اضطهاد وتحدي أخلاقي الكنيسة عم بتواجهوا احنا ممكن نربح العالم كله إذا الكنيسة بتصمم وبتعزم من اليوم أنه فعلا تعيش في القداسة أنا بدعوك في هذه اللحظة أنك تأخذ قرار من يعني قرارين العملة ذات الوجهان الوجه الأول أنك تصمم اليوم كمؤمن فعلا أنك تطلع من الخباء وتطلع من التزييف وتطلع من المكر وحياة الكذب وتطلع من الحياة اللي ما فيها شهادة حسنة وتقول أنا بنعمة الرب أنا بصمم اليوم أتقدس أنا عاوز اليوم أعيش في القداسة والوجه الآخر من ذات العملة إحنا في شهر نوفمبر أنا عاوز أعطيك سنة كاملة أنك تربح نفس للمسيح بتعرف إذا كل واحد بشاهدني صمم اليوم بنعمة الرب يا رب ساعدني أنه أربح نفس واحدة للمسيح الخارطة الروحية رح تتغير في العالم ترجمة نانسي قنقر